إلى أهم التطورات في المناطق المحررة حيث أعلنت اللجنة العليا للإعمار في نينوى شمول المنازل التي ما زالت مدمرة وبنسبة تزيد على الخمسين في المئة ببرامج الإعمار مشيرة إلى أن مجلس الوزراء كان قد خصص مبالغ لإعمار جميع المنازل المدمرة في أقضية ونواحي نينوى بالتزامن مع عودة النازحين إلى مناطقهم وقالت اللجنة في بيان لها أن حملة الإعمار للمنازل التي ستنفذ من قبل شركات متخصصة تم التعاقد معها بهذا الشأن إضافة إلى مشاركة ملاكات مديريات البلدية والبلديات العامة في المحافظة والتي كانت قد أتمت أعمال رفع الأنقاض منها وعن مدة المشروع والشروع بالعمل أوضحت أنها ستكون مع بداية العام المقبل وبمدة عمل مفتوحة ترجمة نانسي قنقر